هذه المخاضرات يكون هناك أسئلة الملاجعة كما أخذتني بصور المخاضرات الأولى الثانية 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 هذه المخاضرات يكون هناك أسئلة لإختيارات لأسئلة لإختيارات مطلوب بالسؤال من التختار الإجابة الصحيحة من الأجواء المعطاة في كل فقرة من الأسئلة إذا لم يكن مطلوب منك أو مطلوب شيء آخر أستخدم التعجيل الأرضي قيمتا G تساوي عشرة متر بقانة تربيع وأحمل مقاومة الهواء يعني أي سؤال موجود في التعجيل الأرضي سامح لك استخدنا أن يكون G تساوي عشرة للسهولة وتمهمل مقاومة الهواء السؤال الأول tips which of the following statements is equal أي من الأبغات الشروعاتي وصحيحة A. Disciplacement is a scalar and distance is a vector B. Disciplacement is a vector and distance is a scalar Both displacement and distance are vectors Neither displacement nor distance are vectors Disciplacement and distance are always equal فإنت هل عندك الواحد A, B, C, D, E يكون أبارة منه واحدة فقط هي الصحيحة إنت تقتالي الأبارة الصحيحة سؤال الثاني Which of the following is the best? أي من الأبارات الآتية هي أفضل The best statement for the velocity Which of the following is the best statement for the velocity? أي من الأبارات الآتية هي أفضل الآتية هي أفضل الآتية أي 60 mph B, 30 m per second C, 30 km at 45 degrees north of east D, 40 km per hour E, 50 km per hour southwest إنت تقتالي جواب صحيحة ما هذا أبارة سؤال الآتية هي أفضل الآتية أبارة من صحيحة الصحيحة إنت تقلم عن الصحيحة أبارة الآتية هي أفضل الآتية 60 m per hour 60 m per hour ثانية B 30 m per hour C, 30 km بزاولة 45 degrees north of east شمالية الغرت D 40 km per hour E 50 km per hour southwest B 22 أفضل الآتية بمتبع جواب صحيحة 5 جواب أفضل牌 أفضل 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 ثلض أفضل 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 كلمتات في 0.4 من الساعة بعدين 2 كلمتات في نفس الوقت 3.8 من الساعة What is the average scale معدل؟ سراطة A 10 كلمتر بالساعة B 3 كلمتر في الأور C 1 كلمتر في الأور و D 21 كلمتر في الأور و E 10 كلمتر في الأور طبعا في هكذا السؤال فأنت أكتوب منك حل حل غياضي وتضيفه إلى السؤال يلا تقدر تختار الجواب السعيد يعني لا تستطيع تختار هي تهزر من كيفك تقدر تقدير أو بده نفس لا أنا أريد منك تكتب لي كيف توصلت لهذه النتيجة يعني لازم تكتب لي كيف توصلت الخطوات فأنت أكتوب منك تكتب لي هدف A أو B أو C أو D أو E أكتب 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 موتورسيكه موتورسيكه يبدأ من السحل ويتعجل إلى سرعة 20 متر السانية في فتر زمانية من قولة نقول منك إجد ماهدا تعجيل المال السبب تحسني إجد ماهدا تعجيل المال السبب أي 62 متر بساني تربية B 80 متر بساني تربية C 80 متر بساني تربية و D 22 متر بساني تربية و E 0.4 متر بساني تربية تماما هذا السؤال إيجاد خطوة واحدة هو تحل السؤال ويتوجد الماتج متى وتختار لي إجابة السعارة حسب مطارك في الماتج لا تقول تنظر لي من كيف تقولي هل أفترض A أو B أو C؟ لا لازم تكون هذا الرياضي حتى تطارب وتوصل إلى نتيجة السعارة سورة الخامس سورة التفضل اجنباس بدأ كاريم شب صراط 24 متر بثانية و بدأ يتباط إلى 6 متر بثانية يعني شبنا نتعجيب كبيرة يكون تتعجيب صاري في زيادة زمانية مقدارتا ستانية فجرد دكون مهدد تتعجيبين في هذا الفاس ا. سين متر بثانية تدريب ب. الباب متر بثانية تدريب و. ستة متر بثانية تدريب د. ناقص اتنين متر بثانية تدريب و. ا. ناقص ستة متر بثانية تدريب ايضا تحل توجد مهدد تاجيب مهدد ويجب جواب مهدد تدريب سوال سادس ستة متر بثانية تدريب ستة متر بثانية تدريب بثانية تدريب بثانية تدريب في فترة زمانية مقدارها 20 ثانية بثانية تدريب ما ہے اى ثانية تدريب لديك التعليم معلمة فأيضا نتحل هذه الخطوة حسب المعادلة ويتوجد لي الجواب للطابق الجواب المنطقة أي واحد منهم A أو B أو C أو D ويتعشر عليهم أي من أنصح سؤال السابع فوتبول بلايارس بلايارس 20 متر من ساحة من ساحة من ساحة و لكن ساحة من ساحة بلايارس حتى من السحف من السحف كان على مسافة 10 متر من خط الهدف وتعجب ركز يعني اويتم بدور يعني بتعديل مقدارة 5 متر بكتعين تقليل زيادة وصل المسافة بعد مرور أربعة سواء طالب منك زيادة ازياحة طالب مرور أربعة سواء أيضا وهو سؤال الحركة الشرطية فأنت توجد عندك المعطيات سيني عندك عندك سروعة رفو عندك تعديل وعندك فترة زمنية وطالب منك شنون ازياحة مسافة قطاعها بعد مرور هذا الزمن ستكون A 6 متر B 30 متر C 40 متر D 50 متر E 60 متر ايضا نتحل السؤال سوف نرى حلماتك موجود على الورقة يلا تأشل A أو B أو C أو D أو B إذا كان هناك أي طالب منكم مؤشر فقط تنشيرة بدون الحل هذا كان حلماتك صحيح لكن لا يقوم بالدرجة على هذا الشيء أجل السؤال الثامن ستكون السحوكة الخور A ball is a droplet from right What is the acceleration of the ball immediately after it is droplet? أدمي current سقطت من السكول جدتعجينين مباشرتا يفقق سقطتها نحضر الثقوط A 0 B 5 متر بسانية تلبيع C 10 متر بسانية تلبيع D 20 متر بسانية تلبيع و A 30 متر بسانية تلبيع أيضا ان تتكلم بي شنو هالي سقوط الخلق سنلتأثير شنو التعجيل الموجود وتقدم التعجيل أيضا نصح إذن هالسوار طحيش مني أربع أسئلة 9-11 ني هو الصيغة ماتة A ball is thrown straight upward with a speed of جاء 12 متر بسانية السوار هو عبارة سورة قدتناها نحو الأعلى بالسرعة مقدارها 12 متر بسانية طيب عندك أسئلة على هذا الشيء What is the ball acceleration just after it to come إذن قدتع جيل السورة مباشرة أثناء لحظة رميهم A 0 B 10 متر بسانية تلبيع upward C 10 متر بسانية تلبيع A 0 B 10 متر بسانية تلبيع Upload وإي B 10 متر بسانية تلبيع download أيضا عندك معطيات عندك شوف شنو مكتوب منك لترجم بسانية أيهم الساعة هذه تلبيع الأولى من السؤال التعسل تلبيع السابق تلبيع السابق بسانية تلبيع السابق وقت يعني نحصل وقت إن كل المغربات ومعناها للعلى يحتفظ وترتفع ونحصل ترتفع وكما ترتفع ترتفع سرعتها إلى أن تصل أعلى سرعة أو أعلى الارتفاع وإن تكون سرعة أصفر إلى أن ترجع بالفقية وطالب منك أكبر ارتفاع أو أكبر طالب جيد اخذت وقت حتى تصل على ارتفاع How much time does it take for the ball to rise to its maximum height طالب منك جيد وقت حتى تصل على ارتفاع أدنى A 24 ثانية B 12 ثانية C 10 ثوانية D 2 ثانية E 1 2 ثانية السؤال 15 يقوم بسؤال 9 What is the approximate maximum height of the ball? وقت حتى تصل على ارتفاع والعمل منك سمعني من ساحة مالسا وقصدنا السانة وقلنا الساعة مالسا وقوم بسؤال 13 متر كده بسؤال 7 متر وقلنا بالفرصة وذلك يمكنكم بقائرة بسؤال 10 متر ونالك انتهاء وقلنا ارتفاع اصلاقة ايه 24 متر en D 12 متر وصير 12 متر وصير 7 متر وصير 5 متر أيضا الخطوات التي تحلها هي التي تصل إلى الحل هناك سؤال رقم 12 أني أهملت لأنه بعيد عن موضوعكم فننزي على هذا السؤال بخص الأسئلة من 13 إلى 14 هذا السؤال فكري أجعلت أنك مدى فهمك بالموضوع وهو بسيط جدا عندك هذا الشكل علاقة بعانية بين Velocity vs Time بين السرعة والزمن السرعة على Y axis والزمن على X axis إذا لم تكن واضح حتى وضحكم على X axis هو الزمن والY axis هو السرعة منطق هذا مخطط لحركة مركبة مثلا هذه مخطط تغيير السرعة معناتها هي الزمن وهنا عندك أسئلة Which time is the object address أي وقت كان الجسم أو المرتبة هذه كانت في حال السكن حدد حدد القطرة الزمنية التي كانت فيها حال السكن With A 0 With A 1 second With A 1 second With C 3 إلى 4 second With B 4 seconds only With E 20 seconds يعني في الثانية الأولى كانت الثانية 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 الثالثة إلى الثانية الثانية الثالثة إلى الثانية 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 أي وقت كانت بي يحال السكون منذ الحدث يعني شنو حال السكون داني مور الزمن ومن قبر سعاته التابت متضايره حقيب الله حسنا مقام أرباطاش تجوه إدوتي إنترى بق is the speed of the object decreasing في أي فترة زمانية كانت سرعة المركبة هذا الجسم اثناء تاسر سوف يوجد هذا الشيء a من السفر إلى الثانية الأولى b من الثانية الأولى إلى الثانية الثالثة c من الثالثة الرابعة d من الثانية الرابعة إلى الثامنة e the speed of the object is never decreasing in this graph يقول لك b في هذا الشكل السرعة أبداً متناقصة بقت مستمر b بقتفاق أو في سكرين b هذه هي مجموعة الأسئلة التي يمكن تكون عبارة على سؤال افتيارات وهذا يكون هو سؤال جداً بسيط لكن لا تستهينوا بها موافع لأنها تحتاج إلى حل وتركيز حتى تتجول طلاب هذه المجموعة تبقلوها مرة مرتين ثلاثة وسأكون لديكم بها quiz في الأسبوع القادم إن شاء الله يوم الأحد سأقوم بكم quiz بس لا سأعطيكم pdf فايل مرتين إذا كنت تركيز على المحاضرة الصوت وصولة ومن المحاضرة هذه تقدر تركيز عليها وتشوف الموضوع ما يتعلق وتحاول تحلل أسئلة هذه لكن سأكون لديك ألم أنه سأتيك نفسها بالضبط سأتي مثل هذا السؤال أول A يمكن أن يضعها C و A B فأنا سأغير الترتيبات يعني لأنه لا يوجد التخذ أجد أن تفهم و تتعود و يكون المحاضرة القادمة إن شاء الله في هذا الموضوع توقع أيضا أنه لا يوجد هذه الأسئلة و لكن الأسئلة لأنك تتعيد وتعيد المحاضرات الماضية وتستمع عنهم وتحاول تحلل هذه النسيات شكرا